عن ماذا تبحث أربيل في بغداد وماذا تريد بغداد من أربيل مقابل إنهاء الأزمات والخلافات بينهما والتوجه نحو أتفاقيات وتفاهمات سياسية بكل صراحة لا أريد أن أحمل السيد السوداني أكثر من طاقته لأن بكل صراحة الرجل يريد أن يحل كل الأزمات يعني هذه المسألة شهدناها وتلمسناها من السيد السوداني لأكثر من مرة ولكن هناك أطراف متنفدة في داخل العملية السياسية العراقية لا تريد الحل أربيل تريد التوازن الشراك التوافق هذا ما يريده إقليم كردستان تطبيق الدستور هناك أكثر من 55 مادة متجاوز عليها دستورا هناك تجاوز على حقوق ومستحقات شعب كردستان منذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة وحتى قبل 2014 ما كان يصل إلى إقليم كردستان لم يتجاوز الـ 5% من الحصة الأساسية والتي كانت 17% حسب الاتفاق السياسي بغداد تريد وبتصريحات واضحة وصريحة من قبل الأطراف المتنفذة التابعين للأحزاب المتنفذة إضعاف إقليم كردستان عن طريق المحكمة الاتحادية وهذا واضح جدا عن طريق المستشارين السياسيين لهذه الأحزاب والنواب البرلمان يريدون إضعاف عجلة التقدم والتطور في إقليم كردستان يريدون زيادة الفساد في إقليم كردستان التحجج بما يتعلق بالأوضاع الداخلية في إقليم كردستان دق الأسافين بين البارتي والاتحاد الوطني الكردستاني وشعل أزمة وفتنة في داخل الإقليم لكي لا يستقر الإقليم لأن استقرار الإقليم كما قلت سوف يحل المشاكل لدى الحكومة الاتحادية مع الحكومة الاتحادية وسوف تنصرف الحكومة الاتحادية إلى بقية المشاكل المتعلقة بفساد المؤسسات الأخرى وهذا بكل صراحة سوف يعرقل التدخل الخارجي سوف يعرقل السرقات التي تحصل وسوف يعرق الكثير من التجاوزات القانونية هذا ما لا تريده هذه الميليشيات إذن من الواضح بأن العقلية ما زالت لا تريد الاستقرار للأقليم بينما أقليم كردستان يريد فقط تنفيذ الدستور ويريد حقوقه وواجباته في الشراكة والحكم وفيما يتعلق بشراكة الثروات الموجودة في داخل العراق إن كان في كردستان أو في البصرة فيما يتعلق بحقوق وواجبات مواطني كردستان في إطار الدستور العراقي وما نص عليه الدستور العراقي حول هذا اشتركوا في القناة